اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة ان هو يوصل لحلمه مهما طال عمره ومهما طال زمانه عنده اسرار ان هو يوصل لحلمه حتى في الصعبات حتى ان هو يواجه الصعبات والوجهات المهم ان هو يوصل لحلمه ناس كتير جدا وصلت لحلمها وصلت لحلمها بعد واجهت مشاكل كتير جدا ولسه في ناس تانية بتعافر وتوصل عشان كده هيكون معانا في الفقرة الاولى لعب كورة محمد فريد التعب ووصل اللي حلمه وانت يا مروه معك ايه؟ في البداية بصبح عليك يا صارة بصبح لكل مشاهدي عاشي الشباب مصبح كمان على زميل حجازي النهاردة عندنا فقرات متنوعة جدا ومختلفة هيكون النهاردة معانا فقرات بين الفن والرياضة هيكون معانا النهاردة فقر الرياضية الاولى مع زميلتي صارة مع اللاعب محمد فريد وهو لاعب كورة القدم اللي فقرتنا النهاردة باسمه باسم الفقرة عفر ووصل لحلمك وهيكون سوالله معانا في الفقرة التانية انا زميل حجازي الفنانة لمصممت الدكور مروه عايد المدبولي نتكلم النهاردة معانا احدى التصميمات الدكورية وكمان هنصل معانا النهاردة عالم الفن والدكور كل ده مع زميل حجازي انا مع زميل حجازي مش فقرة تانية استنينه بالزبط يا مروه النهاردة هنتكلم عن جزئية تانية وهي ازاي تكون مصمم دكور ناجح وازاي تدخل في الكارير الخاص بمصمم الدكور انك انت بقى متخصص في المجال ده او لا دارس مثلا اكاديمي اي اي ان كانت ايه الكلية اللي انت كنت دارس فيها هندسة تربية نوعية فنون تربية فنون جميلة او انك مش دارس خالص بس حابب المجال ده حابب فكرة الالوان اختار الالوان اختار التوزيعات حابب المجال ده حابب تنزل سوق العمل حابب تشوف حابب تنزل تشتبات دكورات وحابب تشوف شغل كويس بعينك غير الكلية وغير التعليم وغير الكلام ده كله خالص بس انت حابب الحاجة دي ممكن تكون خارج اي كلية بس انت حابب المجال ده كويس خويس، علشان كده هيكون معنا ومعكم النهاردة أنا وزملتي مروة في الفقرة التانية مصممة الديكور مروة عادل، إلها شرفنا إن شاء الله في الفقرة التانية جميل جدا يا شباب، استنوني في الفقرة الأولى مع لعب الكورة محمد فريد انتظروني بعد الفصل اشتركوا في القناة النجاح أرقام وإحنا في الأكاديمية المصرية للإعلام والتنمية حطمنا كل الأرقام على مدار خمس سنين دربنا ألاف الطلاب في محافظات مصر ومن مختلف الدول العربية وأهلنا لسوء العمل شباب كتير عشان كده عندنا أكتر من سبعين مزيع ومراسل ومعد ومخرج من متدرب الأكاديمية في مختلف القنوات الفضائية وده لإننا الأكاديمية الوحيدة اللي بتنتج برامج تلفزيونية للشباب عشان تديهم فرصة حيائية على الشاشة يثبتوا نفسهم ويبدأوا مشوار نجاحهم لو نفسك تاخد فرصة حيائية وتحقق حلمك انضم لينا للاستعلام عن دوراتنا التدريبية اتصل على في الأكاديمية المصرية للإعلام والتنمية النجاح أرقام ورجعنا لكم ثاني بعد الفصل بس قبل ببدأ فقرتنا النهاردة أحب أقول مبروك للمنتخب المصري والشعب المصري على فوز ببطولة أفريقيا أرحب بدفن النهاردة محمد أرحب بنافسك أنا محمد فريد بالعافة في نادي السيكة العديد في كلية إعلام تالتة إزاع وتلفزيون عايزة 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 نعرف الأول بدأت حلوك ازاي هو أنا كان عندي 13 سنة كنت بالعب مع صحبي خماسي عادي في المنطقة عندنا ففي واحد تجي بعد ما خلصت لعب قال لي عايزة كتيج معي بكرة تلعب معنا لعب نادي الترسانة يعني وتكون معي يعني الساعة 16 الصبح جاءت صدفة يعني أه فقلت الوالدي والدي كان ساعتها سني صغير ما كانش حابب موضوع يعني أن أنا روح لوحدي وكذا فالمهم أنا كان ساعتها عندي درس في نفس المعاد ما روحتش الدرس وروحت رايح على نادي الترسانة ولعبت الماتش ولعبت الماتش وبعد الماتش أنا كنت رايح مع الكابتن ده مش رايح على لعب ألعب في الترسانة فلقيت كابتن اسمه التونسي كان مداري في نادي الترسانة قال لي أنت عندك كم سنة؟ أه بدأت أقول لعب في الترسانة وقال لي أنت عندك كم سنة؟ وقلت له وقال لي خلاص أنت بدأت عندك كم سنة؟ 13 تقتصغير جدا أه مش قوي يعني في نازمة تبدأ بيبدأ من 7 سنين و 8 سنين ده بيبقى دلوقتي أو بيبدأ من 7 و 8 سنين طيب ده كويس بس وقال لي تعالى التمرين معنا بكرة فروحت قلت للكابتن اللي جيبني الترسانة كابتن التونسي بيقول لي أني روحت مرة مع الترسانة وكده قال لي تمام كويس دي حقا كويسة وروحت معا عدت 3 سنين وقال لك بقى كان إيه نظامهم لما قالت له أنا عايزة روح للألعب لا رجعت الوالدي يقول له أنا عملت عايدين ثلاثة في دل الفترة رفض قال لي طالما أنت روحت من أورايا وقال لي عنده حق بصراحة مش مش هتلعب يعني في النادي يقول له ومعليش عادت تحيل علي كتير بقى بس بس كويس أنت عفرت وعدت برضو اتحيل عليهم عشان توصل لحلمك دي حاجة كويسة هو الأول كان بدء معي مجرد أن أنا بلعب مع أصحابي يعني مكنش نفسي بلايك كورة بعد كده لما شفت النادي بقى وشفت فهمت يعني كورة بقى حلم عندي ولغد دلوقتي يعني ما وصلت لهش يعني لغد دلوقتي بس عاله لست موصلتش لحلم طبعا لسه كتير يعني طب انت شايف دلوقتي بنسبة قد إيه وصلت يعني ممكن 6% 6%؟ ما لسه بدري أنا بلعب بالدرجة التانية بقى لك كتير بلعب آه بقى لي كتير بس هي فرص بتيجي يعني إن شاء الله أجيلي فرصة أن أنا ألعب أو أحترف بره أو أروح منتخب يعني دي أحك كلها طموحات يعني ليه طب كويس جدا طب إيه رأيك بقى في المنتخب؟ المنتخب طبعا هما رجالة أكتر من هما لعيبة هما فرحوا ناس كتير يعني هما أول ما بدأوا البطولة ما كانش في حد يتورج عليهم خالص يعني استدبي بقى أولي الما مش مليان دي أعمل هما أكبروا الناس على احترامهم وأكبروا الناس أنهم يتفرجوا عليهم وبقوا نجوم يعني هما مش 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 شباب هما فعلا نجوم كبار يعني كلهم نجوم كبار لما بدأت كورة كانت أول نادي امت قلت نادي الترسانة لعبت في نادي تانية أم لا هو بس نادي الترسانة؟ أنا جالي الترسانة بعد الترسانة الزمالك روحت مع كابتن تامر عبد الحميد حدت فترة معي وفترة كبيرة معي وبعد كده هو تخني مع إدارة النادي كنت أنا مضي معه الاستمارة هو تخني مع إدارة النادي أنا عدت في ترسانة ثلاث سنين بعد كده روحت رحل على الزمالك كنت أنا مضي معه خلاص أنا رسمي يهب معي بعد كده تخني مع إدارة فمشوا ومشوا كل الجداد يعني كنت أنا واثنين كمان طب ماذا بقى استمار؟ ما عرفش عشان هو قاله إحنا مش عارفين هو الكابتن تامر اختار كبنان على إيه فإحنا لازم أن نشوف لعبة تانية مع المدرب الجاي جديد هو الجاي باللعبة بتاعته بس فكنت طبعا دي كانت يعني كانت كاسرة بالنسبة لي وزعع الكبير بس بعدها واحد صاحبي كان رايح نادي السكة الحديد يختبر بستسلمتش أهم حاجة من أنت بستسلمتش لحلمك هي تبقى ماشية معايا صدف يعني صدف فواحد صاحبي كان رايح يختبر في نادي السكة الحديد أكبر من يبس أنا فالمهم كان فهو كان رايح وأنا معايا اللي بحيث أنا بقى شايله شنطيته يعني وكده عشان يعني رايح معايا يعني أشوفه بأي فالمهم قال لي ما تنزلت تختبر وأنا مكنش معايا لبس زيتها فنزلت نزلت اختبارته بهدومة بتاعت الخروب وراح ال كالرأيهم إيه بقى؟ اتقبلت في أول اختبار وصاحبي ما اتقبلش وبعيكية رح التاني اختبار كم مفروض خمس اختبارات التاني اختبار راح ومضوا معايا كنت ساعتها عندي كنت معادي 17 عشر سنة فكان ليه حق ان انا مضي من غير مرجع الوالدي وكده فمضيت ومن ساعتها بسكة قدية هم برضو رأيهم برضو الرفض لأ هو بيشجعوني طبعا دلوقتي بشجعوني بس يعني الأول صعبة بتيبه صعبة شوية لا بس فيه برضو تنظيم وقت نظامت الوقت فيه تنظيم وقت بس يبتيبه صعبة عشان مفروض بتيوهب حياتك للكورة حتى نومك وأكلك وتنورينك لما بتحب حاجة بتستطيل بينك هو عشان تنجحي فيها يعني نجوم كتير عشان ينجحوا وكان وهابين حياتهم للكورة بس حمد صلاح وكل النجوم أو تريكة وهابين حياتهم للكورة نومهم بوقت وصحيانهم بوقت وأكلهم حاجة معينة وكل حاجة وهابين حياتهم كلها للكورة بس ممكن يجي عليهم فترة كبيرة معهمش فلوس شو هم مشتغلين بس يعني هم بس يعني هم في السن بتاعي مش بيعهم فلوس مش مرتبتهم بثباء ضعيفة خالص بس هم هم مستنيني فرصة طيب اي رأيك في دولة حامد صلاح بقى تجربة بتاعته أنا ما كرفتهاش بس أي حد يتمنى يا بزاي يعني أعظم اللعبة اللجت في تاريخ مصر وأفريقيا ولسه مستمر في اللعبة كمان لسه مخلص في اللعبة طيب بطولة أفريقيا اي رأيك فيها؟ بطولة أفريقيا هي مصر بتثبت لأفريقيا والعالم إنه فيها تنظيم وفيها أمن وفيها قادرة إنها تنظمها يا بطولة وزي ما نظمت البطولة بتاعت الفريق الأول اللي هم الفارس تيم اللي هم الكبار قادرت تنظم في وقت قليل البطولة بتاعت الشباب وبتاعت السن تحت 23 سنة بشكل جيد جدا يعني طيب كويس جدا برضو عايزين نعرف رأيك في مدرب المنتخب مدرب المنتخب شوئي غريب كابتن شوئي غريب كابتن كبير يعني هو بيلعب بتاريخه نفس نفسه مع درست كابتن حسن شحاتة هو في 2006 كانوا بيلعبه بتلاتة وراه كان إبراهيم سعيد هو اللي بيسقط ومحمود فتح الله وقالجمعة أوهاني سعيد وقالجمعة هو بيعملها دلوقتي يبعب سلامه اللي بيسقط وقسامة جلال لعب كيير قوي لعبنا دي ام بي ولعب في مقصة وجنبه بيكم لعبنا دي الاهلي ودلوقتي سابق وبيلعب يعني هو بيلعب بالخطة دي بحيث انه يقفل دفاع ويطير البكات يطير فاتوح والعراقي عشان يهجمه مع رمضان صبحي ويهرأيك بقى مع رمضان صبحي ومصطفى محمد مصطفى محمد فرود نفسي أبا زيو يعني هو لعبت فترة معه في الزمالك لما كنت مع الكابتن تامر وهو فرود قوي جدا ويلعب في أوروبا يعني ان شاء الله يجي لعرض احتراف واحترف في أوروبا ورمضان صبحي مش محتاج حد يتكلم عليه دلوقتي يعني بسم الله ما شاء الله عليه بقى كابتن يعني بمعنى كلمة ولاعب دور انجليزي فهو مش محتاج كريم العراقي باكلفت بتاعنادي المصري كويس جدا باكرايت قصدي لعب كبير وكل دول يعني وفتوح برضو كلهم نجوم فتوح نجم كبير اوه مهاري جدا حتى لما تشوفيه في الحقيقة هو أمهر من كده بكتير مهاري جدا وعمار حمدي لعب كوي جدا أصغرهم سنا مولد تسعة وتسعين عنده عشرين سنة مش تلاتة وعشرين وبيلعب هو محمد صبحي برضو اللي حارس المرمى عشرين سنة خاد حسن حارس البطولة كل دي ناس هتبقى نجوم مصر إن شاء الله ناصر محمود تصاب تحب تقول له ايه ناصر ماهر ناصر ماهر تصاب هو نصيب يعني هو احنا طبعا كانوا محتاجين وممكن كانت الخطة تتغير عشان ناصر ماهر نو يلعب ثلاثة قدام وناصر يلعب تحت الفراودة بس هو نصيب وإن شاء الله يلعب معهم ففتوكي يعني في الأولمبياد ومحمد ياسر أحمد محمد ياسر ريان محمد ياسر ريان أحمد ياسر كان الأول مصر ما عندهش فراودة دلوقتي بعندها ثلاثة مصر محمد وأحمد ياسر ريان وصلح محسن فكنا مفتقدين يعني الحتة دي وإن شاء الله نطلع معهم إن شاء الله وبرضو طبيعة إصابة محمد محمود محمد محمود أوه بتعمل الأهلي ده لعيب كبير جدا على فكرة دفندر عالمي نتكلم بقى هو نصيب تأكور يعني دي مثلا هو لو واحد بيبص الحلمه فهو ما تكسرش هو لسه بيحاول وكان لسه طلع من إصابة في رجبته اليمين رح تصف رجبته الشمال فهو دي بقى نصيب ربنا ما هي الصعوبات اللي وجدتك بقى عشان توصل لحلم الصعوبات إن هي مع والدي اللي هي التعليم أو يقول لي لأ ذاكر ما تركز في كرة كنت بقى كل ده من أوراهم مثلا إن أنا مثلا نروح للجيمة فإن أنا مثلا نحوش عشان نروح للجيمة عشان أزود التمرين هو ممكن يديني فلوس عشان نأخل كورس في التعليم أو المذاكرة لكن الجيم أو برايفت ترينير وكده فهو عايزني مفيش دانا اللي كنت بحولشه عشان أتمرن بس الصعوبات في كده وكنت منزل موراهم كتير يعني عشان ألعب طبعا عايزين بقى تتكلم في دور المرأة في كرة القدم في ناس كتير جدا بنات كتير جدا بتلعبها فعايزك بقى تتكلم عنها وإي رأيك أصلا في البنات اللي هي بتلعبها قصلا لا عادي هما لعبة ده مجرد لعبة ولا انت شاني ساني لعبة بقى ذكورية بقى مفيش بنت تلعبها وحب يعني كيان في حياتك طبعا فهو هي في بنات بتلعبها ودلوقتي بقى دول العالم كلها تلعبها وفيها نجوم زي ميسي وفي برضو قدامهم نجوم في البنات وزي رونالديني ورونالدو وفي نجوم وفي كاس عالم النساء ومصر بدأت تتطور يعني في الحوار ده ودي حاجة عادية خالص تمام طيب شايف نفسك إيه بقى يعني انت عند قلت عندك كم سنة؟ عشرين عشرين ثلاثة وعشرين انا مش عارف يعني انت مثلا لو جتي عمور حمدي من سنة لعب منتخب وسألتي شايف نفسك فينا عمرو ما كان يتوقع ان هو يبقى كده يروح النادي الاهلي ويلعب منتخب مصر فانا تمنى ان انا يعني كن في ثلاثة وعشرين سنة حاجة مش متوقعها بس لازم تكون برضو محدد طريقك وهدفك ازاي تنشعلي هدف ان انا بلاقي الكورة في نادي كويس اهلي او زمالك انت اهلا ولا زمالكين هي في الكورة دلوقتي مش بتيجي كانتمئات يعني هي بتيجي كشغل فهو شغله كل واحد بشاف شغله الانسب لي سواء العرض جال من الاهلي او زمالكوي والعب في الاهلي او العكس بتحصل كثير جدا يعني ممكن تلاقي ناس كثير اوين جوم كانت زمالكوي اللعب في الاهلي او العكس ما لهوش دعو القابل انتباد داخلي منهوش دعا انتباد داخلي دامانت تفرجه على الموتش لكن طالما انت في الملعب فانت بتقدي وظيفة بتاعتك فهو دلوقتي يبقيت احتراف مش مجرد ان انا بلعب عشان فرقتي لا هو احتراف بغض النظر عن فيه انتماءات مثل شكابالا مثلا زي ملكيه وعمره ما يروح الاهلي فيه كده فيه ناس كده بس دلوقتي في العالم كله هو احتراف انا رأيي ان احتراف يعني الخلاك ريستان رونالدو يسيب منشستر يونيتد يروح الى المدريد بقى يسيب الى المدريد ويروح على يوفينتوس فهي اعظم لعيف في العالم هو فهي احتراف مش مش مجرد انتماءات يعني طيب مين مسلك الاعلى بقى مسال الاعلى علميا عالميا ومحليا طبعا محليا نابوتريكا يعني دي حاجة ما فاش كلام يعني وعالميا ميسيا يعني نفسي ابو زي ميسيا بس دي مستحيلة شوهاية ليه كده اصلا هو ميسيا مش مفوم في الكرة يعني هو بيعمل حاجات مش مفومة هي موهبته عالية جدا هو مولود بموهبة عالية فضائي يعني زي ما الناس بتقول اه تقريب الفضائي طيب كويس جدا طيب عايزين بقى نختم فقرتنا عايزينك بقى تقول لنا متوقع مين اللي ياخد بفوز الدوري مش عايرف بس غالبا هاي بقى هوا الدوري مصري غالبا الاهلي بياخدوا يعني غالبا دايما الاهلي هو اللي بياخد الدوري بس برغمت الزخلة منافسة السندي والقاسبين والزمالك داخل المنافسة والزمالك نادي بردو كبير اوي وخد دوري كتير طيب والدوري الأزباني يعني انا شاف انه ممكن الزمالك ياخد دوري سندي الدوري الأزباني برشلونة طبعا ريال مدريد وعا خالص الموسم ده شكرا جدا شكرا جدا يا محمد نورتنا بجد النهاردة في عاش الشباب وبكده خلصت فقرتنا ولكن مخلصتش حلقتنا استنوا بعد الفاصل مروى واحمد مع مصممة الدكور مروى استنونا بعد الفاصل اشتركوا في القناة